لأن فرقاء الداخل مستسلمون وعاجزون فإن دول الخارج تتدخل في الشاردة والواردة لتشكل بدلا من ضائع فقبل مضي 24 ساعة على اجتماع سفراء اللجنة الخماسية أمس بدأ وفد أمريكي جولته اليوم على المسؤولين اللبنانيين وهي جولة تحمل همين الوضع في الجنوب وكيفية تقديم الدعم للجيش اللبناني لكن الحراكة الدبلوماسي في مكان والوضع في الجنوب في مكان آخر فإسرائيل تواصل استهدافاتها وهي لا توفر الأطفال إذ استشهدت اليوم الطفلة أمال حسين الدر ابنة الخمس سنوات سياسيا مواقف رئيس ميشيل عون والنائب جبران باسيل لا تزال تتفاعل وخصوصا أن الاثنين أكدا أنهما ضد نظرية وحدة الساحات وأن مساندة غزة لا يمكن أن تتم من الجنوب اللبناني واستكمالا أعلن النائب أنا عون في حديث للم تيفي أن مواقف الرئيس عون والتيار استندت إلى أن اتفاق مرمخايل نص على الدفاع عن لبنان وليس على خوض حروب أخرى وكما كشف أن طبيعة العلاقة بين التيار والحزب تغيرت ولم يعد هناك وحدة والتصاق في الموقف ترجمة نانسي قنقر